وانا هنا محتاج اخذك واخد نفسي ونروح مباشرة على جزء من المعينات لانه مهم جدا ان احنا نروح نزور المستشفى اقرب مستشفى لنا عشان اعرف انو انت نعم ربنا علينا شوف الناس مش عارفة تتنفس من غير اجهزة وانت بتتنفس ليل ونهار الناس مش عارفة تنام من غير ادوية وانت بتنام الناس مش عارفة تعب من غير غسيل كلا وانت بتتحررك ريح جاي الناس ممنوع عليها الاكل ممنوع كل كذا وممنوع كل كذا وانت بتاكل اللي انت عايزه وبتقول مفيش الناس مش قادرة تتحررك اللي بعصى ولا بادوات كهربائية ولا حدي وانت بتنطلق ريح جاي الناس مش قادرة تدخل تقضي حاجتها لا تستطيع وانت طالع داخل مش واخد بالك مش واخد بالك حتى النبي لما علمك لما تقضي حاجتك الحمد لله الذي عفاني واذهب عني الازل ربنا انعم عليك باعظم نعمة من نعم عظيمة يعني الناس بتنظر للنعم على العطاء لكن لا ينظر النعم نعم الحماية ونعم الحفظ ونعم الوقاية كل ده ربنا نجات منه تعرف نعمة الاسلام لما تشوف الناس بتسجد للشجر وتسجد للحجر وتسجد للصليب وتسجد للددان وتسجد للبقر وتسجد للفيران تقول الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة لما تلقى الناس بتغذب حواليك وانت عندك صدق الحمد لله ان وفقني لهذا الحمد لله على توفيقي سبحانه وتعالى لو ما توفيقي الا بالله انا عملتش حاجة انا كنت ممكن اكون واحد من دول لما تلقى واحدة خلعت حجابها وتبرجت تقول الحمد لله زعفاني لما تلقى واحد مريض في الشارع مش قادر يمشي ولا مختل عقليا ولا عنده مشكلة مش تهرب منه وتأنف وخلاص تحمد الله على العفية تحمد الله على الستر تحمد الله على العقل تحمد الله على الإيمان تحمد الله حتى على الصلاة النبي علمنا صلى الله عليه وسلم وعلم معاذ انه لا يدعو دبل كل صلاة الا ان يدعوه اللهم يعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نعلم ولادنا الأذكار صباحا ووساء والواحد لما يصبح كده يقول لها اللهم في أذكار الصباح ويتعقل مش يسمع أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو أليه النشور اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسطر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسطرك في الدين والأخيرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد رسولك تستشعب نعمة ربنا عليك وتبتهل لله كده اللهم إني أصبحت وأشهدك أو أمسيت أصبحت أشهدك وأشهد وحملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد رسولك دي سورة من وسائل الشكر فالأذكار من أعظم وسائل أداء الشكر لله سبحانه وتعالى حفظ عليها وحفظها لأولادك بس تفهمه بفهم ماذا تقول كل الأذكر في كفة وأن تذكر دائما وهذا أكرره أن تذكر دائما سيد الاستغفار فهو من أعظم أنواع الشكر اللي سبحانه تعالى علشان كده له جزاء خاص جزاء خاص أنه من قاله في الصباح موقنا به ثم مات من يومه مات على الفطر احفظه وحفظه أولادك ومن قاله في المساء دي ضمانة ده سك أمان من النار ومن قاله في المساء موقنا به ثم مات من ليلته مات على الفطرة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت شف كل أنواع الشكر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شري ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي شكر أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الدعاء المستمر بعد الأكل وبعد الشرب عند لبسك وعند انتقالك من بيتك وعند خروجك وعند عوداتك تستشعر نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر